طب لو نقلنا بقى الشقة تاني اهم يعني الناس مهووسة بيه مهووسة بمعنى كلمة مهووسة وخاصة السيدات والفتاة وهو تجميل الاسنام او الفينيرز احنا عندنا يا دكتور منصور في حاجات الناس بتستخدمها كأنها اكسيسوريز كده يعني زي الاسناب اون او ابتسامة هوليود المتحركة وفيه ابتسامة هوليود السابتة ازاي نعمل سمايل ديزاين او ازاي نعمل تصميم ابتسامة لكل واحدة او واحد بتليق عليه يعني برضو مش اسطنبو انا دايما بقول في الحلقات المتعلقة بطب الاسنان ان احنا مفيش حاجة اسمها اسطنبو يعني ما يصلح لحضرتك لا 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 يصلح ليا يعني والعكس اه فكل واحد دو تفصيلة خاصة بيه فانا عايز حاجة تقول لي ازاي امتى نعمل اسناب اون او ابتسامة هوليود المتحركة وامتى نعمل ابتسامة هوليود السابتة وان يعني هل كل الحالات محتاجة فعلا ابتسامة هوليود ولا في حالات ممكن تيجي عندك العيادة وانت تقولهم لا والله انا مش هقدر عاملها لانها انت اسنانك جميلة جدا ومش محتاجة اي مشكلة اي تدخل من الان طيب انا بشكر حضرتها خلاص والده لسببين السبب الاولان فعلا فيه ناس كتير تبقى مش محتاجة فعلا اي يعني لعب في اسنانها ومع ذلك هي عايزة تعمل يعني اللون الابيض اللي هو التالجي اللي احنا بنقول عليه اليود اسمايل او ابتسامة اللي هي لونها الوايت اللي هو الفاج ده وعلى فكرة انا كنت عملت حالة افقنا من حوالي تقريبا 8 سنين او 9 سنين كان لسه القصة دي منتشرة اوي وقلت على فكرة الالوان اللي هي الفتحة اوي ديا ممكن تشد العين شوية بس بعد شوية العين بتمل منها لانها فيك يعني لانها فيك يعني انا مهم جدا ان انا حس ان انا طبيعي يعني بعض الناس للأسف اللي هم بيعملوا القصة دي هو عايز يوصل لك حتى لو هم بيعملها الحالة مرضية عايز يعمل اللون الابيض الفيك ده عشان خاطر يحسسك ان هو يعني صرف على اسنانه يعني الراجل يعني دافع ومكلف يعني خطيبا حضرتك بس انا بانصح فعلا زي ما حضرتك بتقول انا اذا كانت اسناني منتظمة حتى بنسبة 80% خلاص ملعبش فيها لان اي تدخل بشري مهما يكن ومهما يعني ورونكو بيروح بعد فترة انا ضد فكرة ان انا اقعد اي تدخل بشري اصلا في اللي ربنا خلقه بصورة غير يعني انا بتدخل عشان خاطر فيه مرض بزيله او حاجة علاجية بعملها انا ما اتدخل العب في حاجة سليمة انا فعلا في بعض الحالات رفضتها لان فعلا اسنانها ما شاء الله هي بس كل الموضوع ان هي عايزة يعني حتى عملت تبييد ليزر فما جاب لهاش اللون اللي هي عايزها اللي هو هليود اسمايل لا يعني انا بستحرم فعلا ان لا انا احنا ممكن نعمل الحالة دي عشان خاطر فيه مثلا فتحات فيه مبيانة فعلا شكل الواحد كبير عن سنه فيه عوجاج في الاسنان فيه كيرز اه بالضبط فبالتالي عايز اغطيها دي ضرورة يا دكتور اه دي ضرورة طبعا 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 يعني انا يعني الواحد لما بيجي يعالج اي حالة سواء بقى تجميل او تكويم او حتى زرع بيشوف الحالة العلاجية والحالة الجمالية